نبدأ بإيه؟ نبدأ بالأهل والاتحاد نبدأ بمباراة الأهل والاتحاد الأهل والاتحاد مارس الكولر بعد المباراة تحدث إنه الأداء كان سيئ إنه الأداء ما عجبوش وقلت أنا في المقدمة إنه نظرياً لو أنت شفت الخبر بتاع الموش الأهل بيكسر باتحاد 3-0 فاتتقول إنه الأهل عمل مباراة رائعة ورقب كده إن المدير الفني نفسه للفريق ينتقد أداء فريقه في هذه المباراة هذه التصريحات في حد ذاتها كريدت لمارس الكولر أنا كسبان 3-0 متصدر الدوري عاشر مباراة وده مجموعة من الأرقام اللي تحسب لمارس الكولر اللي بيصرح النهاردة وغاضب جداً وهقولك ليه بالحالات هو غاضب من الأداء لكن تصريحات مارس الكولر في حد ذاتها دي واحدة من الكريدت اللي تتخذ على لما أقولك كده أنت بتقول بتتكلم على خبر المباراة بثلاث أهداف لأ خليني أقولك إنه المباراة العشرة لمارس الكولر في قيادة للنادي الآلي بعشر مباراة فوز إن رو عشر مباراة مكسب على التوالي مباراتين في دوري أبطال أفريقيا ثم مباراتين في الدوري ثم مبارات السوبر المحلي بياخد بيبطولة قدام نادي الزمالك ثم مباراة في الكاس ثم مباراتين في الدوري النهاردة بيكمل عاشر مباراة مكسب عشر مباراة على كل الأصعيدة مباراة خارج وداخل الأرض بيستطيع مارس الكولر ورغم كل هذا كريدت كبير جدا أرقام عظيمة لمارس الكولر أرقام عظيمة للنادي الأهلي حتى على صعيد التهديف النادي الأهلي متجاوز الهدفين كأفريج في كل المباراة حتى على صعيد التهديف جيدة استقبل فقط هدفين في الدوري فحتى على الصعيد الرقمي على صعيد النقطي على صعيد المكاسب في كل البطولات ما فيش حاجة تانية ممكن تتقدم لكن ده بيدي الكريدت بيقولك الرجل ده جايب يبص على إيه ليه كان غاضب مارس الكولر بعد المباراة دي الحاجات اللي أنا هوريه لك في المباراة يمكن زي ما أنت قلت يا كريم أنه لما نجي نتكلم ونقول أنه مباراة انتهت بفوز فريق على فريق بتلت أهداف نظيفة وحد ما تفرجش على المباراة يقولك يا عمان لو عايز إيه يعني مدرب عايز إيه والاتحاد السنة دي فريق منظم مع مدير فني جيد عنده علاصر جيدة وإنت قدرت تفوز عليه بتلت أهداف نظيفة وهي الهزيمة الأكبر للاتحاد هذا الموسم إذن الراجل ده من ترجمة حاجات ما تنفذتش